شعار مصر بتتكلم حرفي تتواصل فعاليات معرض ديارنا للحرف اليدوية والتراثية الذي افتتحته الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي الأسبوع الماضي وتستمر فعالياته حتى الحادي عشر من مارس القادم بحب الشغل ده جداً وبدأت من بدري قوي من وانا صغيرة وبدأت تطور نفسي لغاية ما أصلت للمرحلة اللي أنا فيها دلوقتي معرض ديارنا من المعارض الجميلة الكبيرة اللي بتسمع يعني أنا لما أحضر معرض ديارنا بتبقى حاجة كويسة بالنسبالي في شهرتي في انتشاري بعرض شغلي على كمية كبيرة من الناس وفئة ممكن أنا معرفش وصلها في أي معرض تاني إحنا مؤسسة غير هاتفة للربح بنعمل على تدريب وصنعت الورق اليدوي من مخلفات الزراعية المخلفات الزراعية اللي هي زي إيه؟ قش الرز قصب السكر ورد النيل لحق أشجار حاجات كثيرة جداً أي حاجة عاملة إزعاج أو كده مش مفروض تتحرق أو تترمى وميستفادش منه فإحنا بنحولها الورق بمراحل إن إحنا نقعه ونطبخه وبعدين نتحنه وبيوصل إن هو بعد كده ما بيتتحن بيتغسل كويس جداً وبعدين يتعامل واحدة واحدة إحنا كل شغلنا يدوي الورقة يدوية بالحجم اللي إحنا عايزين زي الورق ده اللي إحنا مسكينه أو بنعمل منه منتجات طبعون كثير جداً منها النوة تأبطر حاجة لناس بتحبها يعني معرض ديارنا كل سنة بتعمل بيكون له شعار ويعني السنة اللي فاتت مثلاً المصر بتتكلم حرفي السنة دي اللي بنأ مصر كان في الأصل حرفي فهي مصر منتبهة جداً للحرفيين المصريين هم سبب في دعم الاقتصاد المصري المصر بقاش كمان المصر بقاش في الجزي يعني أبما الجزي أبماك ويقام على هامش المعرض عدد من الورش لتعليم الحرف اليدوية من خلال عدد من الجمعيات الأهلية وذلك لتعليم المشاركين مختلفة الفنون من الشموع الزخرفة والتزيين والنحاس والجلد والإكسسور اشتركوا في القناة ترجمة نانسي قنقر